فريرا استعاد مستوى زي ما بعض اللي عميني استعاده مستوى ماولا فريرا لسه اتمنى اه عشان فريرا فجأة تحول لا هو هقولك على معلومة اه محدش عارفه اه لحد النهاردة قبل المحاضرة فريرا كان يلعب عواد مش محمد صبح لا بجد اه النهاردة دي مفاجأة اه دي محدش عارفه اه وده خبر حاصر لي ايه ايه اللي حصل اه ايه ايه اللي حصل اه مش مهم انا عرفتها من ايه اتكلم مع كابتن من الكابتن التاريخي بس كريم بتلح كريم بتلح بتلح لا لا انا كيكا يعني اقصب مش ه ان هو ده كابتن يعني هو جوه الفرقة اه فضل يا كابتن طال ايه اللي حصل ايه اللي حصل بالزبط وده ده اللي انت بتسأل عليك كريم انا ليه قلتلك النقطة دي ده اللي انت بتسأل عليك اللي هو ايه اللي هو فريرا بدأ يسمع اه لان هو قريدي كان يعتبر شبه نوبي رأي حواد المطشي اللي فاد بتعبر رمز لان عواد كانت حالته الفنية او النفسية مش كويسة بسبب النتاج السيئة فدفع بمحمد صبح في مطشي برمز محمد صبح كان كويس جدا مطشي برمز خلنا اتفق ان هو عمل جيم كويس صح فلما جي النهاردة هو خلاص عايز اللاعب صبحي فقعد مع الجهاز الفني وكابتن ايمان طهر اتكلم معاه والجهاز كله وقال له لأ احنا شايفين ان حالة صبحي الفنية كويسة جدا والطبيعي ان هو بعد المطشي اللي فات هو اللي يكمل ودي الاول مرة لأول مرة من ساعة مجيف ريرا يسمع لحد في الجهاز الفني فدي حاجة كويسة جدا ودي بداية تغيير اتمنى ان هو يعملها كتير ليه لان اللي جنبك عايزك تنجح مظبوط معتقدش هو نفسه عايز ينجح ما لما بيقولك نصيح عشان يفضل موجود في الجهاز الفني وبيشتغل وبينجح تتكلم على الجهاز اه انت فاكرك بتتكلم على فريرا ممكن يكون عسل زروف المطش يعني مثلا انا كانت لأسامة نبيه لو بروح انصح فريرا فانا عايز فريرا ينجح عشان افضل بكمل برضو في الجهاز قولا واحدا عشان الزمالك مية في المية مش عشان يبقى اصلا مش قصة شغلة بالنسبة لأسامة اه انا بكلمك على اي واحد في افراد الجهاز الفني وطبعا كلهم بيشتغل النادي الزمالك مفهوم انا بتكلم كمان لو لمصلحة شخصية فانا مصلحة ان الفرقة تكسب مية في المية ماشي فهو اتمنى ان فريرا الفترة الجاية يبتدي يسمع لهم مجرد السمع لو انت مش هتنفذ لان ممكن يديني معلومة انا خافي عني انا حاجة نقصاني مش شرط اكون انا قراري طول الوقت الصح هو الراجل مدرب كبير قوي وخلينا نتفق ان فريرا اسم كبير قوي بس في الاول في الاخر انا ممكن اغلط انا بشر انا مش نبي في الكورة ولا انا نبي في الحياة لا فلازم اسمع للحوالي وفي الاخر خد القرار اللي انت عايزه انت راجل مدير فني انت المسؤول وانت صاحب القرار الاول والاخير بس اسمع ممكن ممكن يديك معلومة مش موجودة عندك وهو النهاردة اقتنع بمعلومة محمد صبح شكده خلى محمد صبح هو اللي يكمل وطلق ودي من ضمن النجاحات اللي حصلت النهاردة في الجيم ان محمد صبح عمل جيم كويس جدا فرق مع نادي الزمالك بشكل كبير جدا بدأ ياخد الثقة وحقه بص يا كريم انا مبقى اعترفش ان العيب يلعب يبقى كويس يعد بتحديدا في حلسة المرمى في المركز ده بالذات مدام ان اخدت فرصة وبيت كويس كملني الديني ما تصلمنيش بتصلمني ليه انا زميلي اللي قبلية ممكن كان مش موافق الفترة الفاتر عشان كده انت لعبتني اعادني تالي وحتى دي مش مزوء يعني انا مرضو ما تبقاش مستنيلة على غلط يعني التلات اربع مباريات كنت فيهم مستوى ومتراجعة اعادني الله ينور عليه الغلط مش في جيم الغلط مش في كورة لا الغلط ان انا اغلط مرة واثنين وثلاثة بعد كده اعادني ودي اللي هو كان بيلعب قبل كده ده حقه وحق عليه مظبوط